على الرغم من القضايا التي تلاحقه والاتهامات الموجهة إليه والأحكام الصادرة بحقه أظهر استطلاع للرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين في سباق الرئاسة الأمريكية بعد أن حصل على نسبة 54% من الأصوات فيما حصل جميع خصومه مجتمعين على باقي الأصوات هل يقود ترامب السباق الانتخابي الجمهوري إلى البيت الأبيض؟ وما هي الأسباب التي تجعله في الصدارة رغم القضايا القانونية التي يواجهها معنا من واشنطن الباحث السياسي دان ريني مساء الخير سيد دان ريني من الواضح بأن لترامب شعبية داخل حزبه يترى ما الذي يحتاجه باقي المرشحين الجمهوريين للتفوق على ترامب هناك طبعا فصل طويل جدا من الانتخابات التمهيدية والقول بأن ترامب الآن متقدم وأنه يحظى بالدعم الآن فهذا مبكر جدا نعم هذا ينطبق على الجانب الجمهوري وأيضا إذا نظرنا إلى الديمقراطيين هناك روبرت كينيدي جونيور الذي أيضا يؤدي ويبلي بلاء حسنا في مواجهة الرئيس بايدن هناك الكثير من انعدام الثقة بالنسبة من الحزبين لدونالد ترامب وبايدن وهؤلاء الناس الذين يريدون تحدي الوضع الحالي يريدون أظن بأنه سيكون هناك قتال شرس من الجانبين خلال 12 أو 13 شهرا قبل الانتخابات حتى يبدو من هو المرشح والمرشح يمكن أن يكون أي أحد ولكن سيد دان ريني على الرغم من كل الاتهامات والأحكام ضد ترامب نرى يتصدر هذا السباق داخل الحزب الجمهوري لو كان أحد غيره لأصبح كارت محروق ألا تعتقد بأن في ذلك إشارة مهمة على أن ترامب لم يخسر جمهوره أظن بأن شعبيته ربما حتى زادت مع كل اتهام جديد وإدانة ضده فالناس الذين يدعمون ترامب يحسون بأنه ضحية للمحاكم وللعدالة وبأن البيت الأبيض يستعمل وزارة العدل كسلاح ضده طبعا هذا ربما لا يبدو جيدا ولكن حين يلعب هو دور الضحية فإن أنصاره يلتفون حوله أكثر طبعا وهذا مثلا هؤلاء الذين في الوسط والذين يعارضون ترامب ربما يبقون مترددين لكن في فترة مثلا التوترات الاقتصادية فهناك الكثير من الناس الذين يحنون إلى أيام ترامب وأيام مثلا ما قبل الكوفيد حين كانت هناك بيطالة ضئيلة جدا لماذا سيد دادريني؟ لماذا يحنون إليه؟ كانت هناك أوقات كما قلت كان من السهل إيجاد الوظائف والأعمال والناس أيضا لم يكنوا يطردون من وظائفهم وكان لديهم أموال أكثر في جيوبهم وكان هناك استقلالية للطاقة في الولايات المتحدة وكان هناك الكثير أيضا من الطرق الأمور كانت تبدو أفضل بكثير طبعا كوفيد هو الذي قطع كل هذا وخاصة قبل نهاية رئاسته ومررنا بأوقات عصيبة ثم جو بايدن كان عليه أن يرث ذلك الأرث ولكن في الوقت ذات تداعيات ذلك لا تزال الآن ونراها مع ارتفاع التضخم وارتفاع البطالة والصعوبات يعاني منها الكثير ومع قولي لهذا فإن الديمقراطيين يستعملون كل ما في جعبتهم لوضع فارق بينهم وبين الجمهوريين وأعتقد بأنهم ربما يظنون أنهم سيفوزون على ترامب لو أن هذه المحاكمة طبعا أو هذه القضايا لاحقته وتمت إدانته في العديد منها إذن هؤلاء كما قلت وتريد أن يشق عنه حتى أنصاره لينتقلوا إلى جانب الديمقراطي قبل قليل سيد دان قلت بأنه من المبكر تحديد المتقدم في هذا السباق الرئاسي داخل الحزب الجمهوري من برأيك الأكثر قدرة على تخطي ترامب رون دي سانتيس ومايك بانس باختصار كما قلت إنه مسار طويل السياسة فيها الكثير من المفاجآت وأمور كثيرة يمكن أن تحدث الناس الذين ينظرون إلى استطلاعات الرأي اليوم ويظنون أن هذا هو الجواب الآن أظن بأنهم يخدعون أنفسهم الأمور لا تدوم ولكن أرى بأن حملة الديسانتيس يبدو بأنها قد أخفقت قليلا ولكن هناك وقت طويل لإعادتها إلى المسار هناك أشخاص كثر وحتى هؤلاء الذين لديهم ربما واحد بالمئة أو اثنين بالمئة من الفرص ستكون لديهم هؤلاء رغم قلة فرصهم ربما لينجحوا في الأخير فهناك كما قلت المسار طويل وستكون الحملة شرسة وربما حتى تعقد الانتخابات الأولية في ساوث كارولاينا فسنرى من سيفوس فجو بايدن مثلا كان في نيوهامشير وآيوة وكان لديه أرقام أقل ولكن كارولاينا هي التي ساعدته أكثر شكرا لك دان ريني الباحث السياسي في واشنطن ترجمة نانسي قنقر